منطقة المعملتي وسط كربلاء تحولت إلى أشبه بالسجن الكبير بعد أن أغلقت المشاريع الطرق المؤدية إليها ليبقى السكان هنا محاصرون بين أنقاذ الحفريات التي تحيط بمداخل المنطقة تعطل للحركة بشكل شبه كامل في منطقة حي المعملتي بعد أن باشرت كوادر التنفيذ المباشر بالمحافظة بإنشاء أحد المشاريع الخدمية الأمر الذي أدى إلى أغلاق شارع الرئيسي المؤدي إلى الأحياء الأخرى ومحاصرتي ساكنيها تفاجأنا اليوم جئنا من دواماتنا لقينا هذا الفرع ساد دينا قاعد يشتغلون آلياتهم ساد دينا الفرع مننا هذا الفرع مننا فرع رئيسي موزع إلى ثلاثة فرع فرع رئيسي فرع رئيسي الأول ما يقارب به تقريبا 200 أكثر من 200 بيت مبلط لي ومبلط لي هاي 75 متر مضيق لي شارع مسوي ستنتر يجينا بسياراتنا اليوم ظلينا نفتر ونساي الظهر هنا نشوفها صارت هوسة المشروع اللي ما يخدم أبناء محافظة مشروع فاشل بامتياز اليوم احنا هذا المشروع أذان السكان هنا أبدو امتعاضهم من المشاريع الخدمية التي استبشروا خيرا بإنشائها لكن سوء الإدارة والتخطيط في تنفيذها قتل فرحة أهالي المعملتي من خلال تضييق شوارع المنطقة وإغلاقها حتى تحولت إلى سجد يحاصر قاطنيها هذا الشارع الأساسي اللي هو يربط بشوارعنا هل سمسوينا ستة متار الستة متار وين راحة البقية زين انت من تجي تبلط شاهد يعني بدل ما توسعه تضييقه هاي وحده شي ثاني تقطع طريق المسلمين لحد الآن هاي سيارات كلها مكدسة هنا ما حد يقدر يطلع لا دراجة تطلع لا سيارة تطلع لا بيسك يطلع وهذا الشيء ببط وبعد وقفات احتجاجية لم تجدي نفعا لجأ الأهالي إلى وسائل الإعلام لعل الجهات المعنية تعيد النظر فيما يجري فسكان هذه المنطقة كانت الخدمات حلما لهم ويخشون أن يضيع هذا الحلم مرة أخرى علي خالد واني نيوز كربلاء ترجمة نانسي قنقر